حول نفس الموضوع ينضم إلينا من بيروت وعبر الأقمار الصناعية العميد إلياس فرحات القائد الأسبق لكلية القيادة والأركان ومدير التوجيه في الجيش اللبناني سيدة العميد تقييمك لهذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة وكيف يمكن أن تسهم في تغيير شكل سباق التسلح في الشرق الأوسط؟ فعلا أحدث قرار روسيا بتزويد سوريا صواريخ أسلت مي صدمة في الأوساط الإسرائيلية والأمريكية إذ أن العلاقات الروسية والإسرائيلية كانت طيبة جدا ولا أحد يتوقع مثل هذا القرار من الطبيعي أن ترد الولايات المتحدة بناء لإلحاح إسرائيلي على محاولة لكسر هذا التوازن الجديد الناشئ عن وجود أسلت مي في سوريا فجاء القرار الأمريكي حول تزويد مزيب من طائرات F-35 للجانب الإسرائيلي وغالب الظن أن هذه المجموعة الجديدة التي سوف تصل إلى إسرائيل هي مجموعة متقدمة عن مجموعة الطائرات التي استلمتها إسرائيل سابقا وحلقت في شرق المتوسط وفي الأجواء اللبنانية فيها والمهم فيها أن المتطور فيها هو موضوع كشفها من قبل الرادارات الروسية التي يمتلكها الجيش السوري إذ أن أساساً F-35 هي من نوع استيلف أي الشبح وهي مستوعة من معدن سطحه العاكس ضعيف جداً قريب من المواد الخشبية التي ليس لها سطح عاكس معلوم سيادة العميد كما أشرت أن إسرائيل بالفعل أبدت انزعاجها من الصفقة الروسية إلى سوريا وبالتالي أوعزت إلى الولايات المتحدة بهذا الإجراء هل تعتقد برأيك أن هذا أيضاً يمثل ضوء أخضر من قبل واشنطن لإسرائيل لتوجيه أي ضربة عسكرية في الأراضي السورية؟ بالطبع المقصود بهذا الجيل الجديد وهو الجيل الرقم واحد أو الأول كما ذكر فيه من قبل المراسلين هذا هو لتمكين إسرائيل من استعادة السيطرة الجوية في الأجواء السورية كما كانت قبل وصول الـ S-300 وتحليق الـ F-35 من دون كشفها من قبل الرادارات حتى الآن لا نعلم من الناحية التقنية ما إذا كان رادار الـ S-300 السوري يستطيع كشف الإشارات الضعيفة جداً التي تنعكس من الـ F-35 هناك أمر فني اسمحي لي أن أقوله وهو دخان الطائرة المتصاعب من المحرك وهذا الذي لم يستطع حد التغلب على هذه العقبة التكنولوجية والتي تؤدي إلى ظهور إشارة على الرادار أما كيف يتم ملاحقتها رادارياً من قبل رادار قيادة النيران التي تستعمله منظومة الصوريخ أستثمي لا نزال حتى الآن لم نرى تجربة عملية وقد نرىها في القريب العاجل نعم إذن سيادة العميد الياس فرحات القائد الأسبق لكلية القيادة والأركان ومدير التوجيه في الجيش اللبناني شكراً جزيلاً لك